ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب له طريقاً في البحر يمساً لا تخاف دركاً ولا تخشى فأتبعهم فرعون بجهوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وأقل فرعون قومه وما هدا يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم فواعدناكم جانب الطور الأيمن فواعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم الأن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم الظربي ومن يحلل عليه ضربي فقد هوى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحاً ثم اهتداً وما أعجلك عن قومك يا موسى قال هؤلاء على أثري وعجلت إليك رب لترضى قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلوهم السامري فرجع موسى إلى قومه غدوان أسفاً قال يا قومي ألم يعدكم ربكم وعداً حسناً أفضال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم ورب من ربكم فأخلفتم موعدي قالوا أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقدفناها فقدفناها فكذلك ألقى السامرين فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي أفلا يرون أن لا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفرا ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطرعوا أمري قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى قال يا هارون ما ملعك إذ عيتهم قلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري قال يا قوم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترطب قولي قال فما أخذوك يا سابري قال بصرت بما لم يرسلوا به فقبرت قبرة من أثر الرسول فنبلتها فنبلتها وكذلك زورت لي نفسي قال فاذهم فإن لك في الحياة أن تقول لا بساس وإن لك مرعدا لن تخلفه وإلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننزف أنه في اليمن أسفا إن ما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وزع كل شيء في الماء كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبقك وقد آتيناك من لدنا ذكرا من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وشاء لهم يوم القيامة حملا يوم ينفق في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لمثتم إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون إذ يقولوا أمثلهم طريقة إن لمثتم إلا يوما ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نشفا فيذرها قاعا صففا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسبح إلا هوسا